مع اقتراب موعد تطبيق الشريحة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران شهر المقبل يتصاعد الجذل بشأن جدوى هذه العقوبات وتداعياتها لسيما بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران وانهيار سعر الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي وما تبع ذلك من أزمات سياسية وجتماعية في الداخل الإيراني المرحلة الثانية من عقوبات واشنطن ضد طهران تستهدف بالأساس قطاع النقل البحري والبنك المركزي الإيراني ما يمثل محاولة أمريكية لشل اقتصاد طهران وسلبه أي قدرة على معالجة أزماته الداخلية وهي المحاولة التي سعت إيران لإفشالها عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية المحكمة من جهتها طالبت الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات التي بحسب المحكمة تؤثر على تصدير المواد الطبية والأدوية والغذاء والمنتجات الزراعية إلى إيران بينما ردت واشنطن بالقول إن المحكمة لا تملك صلاحية في الموضوع لأنه يمس الأمن القومي الأمريكي وبينما أكدت المحكمة أن العقوبات تنتهك معاهدة الصداقة الموقعة بين طهران وواشنطن قبل أكثر من ستين عاماً أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلغاء بلاده تلك المعاهدة ما يعني أن إدارة ترامب عازمة على المضي قدماً في فرض العقوبات على إيران وتصعيدها وأمام هذا التصعيد المتواصل فمن المتوقع بحسب محللين أن تتصاعل الخلافات بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بشأن إيران فالأوروبيون أعلنوا في غير مرة تمسكهم بالاتفاق النووي مع طهران ورفضهم للخطوات التصعيدية التي ينتهجها ترامب ضد إيران لكنهم عملياً يلتزمون بالعقوبات الأمريكية عبر شركاتهم التي أعلنت بصورة فردية خروجها من السوق الإيرانية خشية أن يطولها سيف العقوبات الأمريكي ما يجعل من أوروبا مشاركاً غير مباشر في معاقبة إيران وإن أعلن سياسيها مواقف مغيرة يحدث ذلك في الوقت الذي تبدو فيه الخيارات الإيرانية محدودة في مواجهة ذلك قياساً بمن تهجه نظام طهران من سياسات منذ بداية تنفيذ العقوبات في شهر آيار الماضي